تعال اقول لكم في دقيقة ازاي تعملوا الرز الابيض البسمتي بتاع المطاعم ويطلع معاكم طحفة كأنكم بتسلقوا مكارونا بالزبط اسهل من السهولة وهيطلع كده مفلفل الحباية بحبيتها ولا معجن ولا مكسر وهينجز معاكم جدا في الحردة لكل كوباية رز هنحتاج 3 كوبايات من الميا انا عاملة كوبايتين رز فحطيت 6 كوبايات ميا كبار ضفت عليهم معلقة جبيرة من الملح ومكعب مرأة وسبت الميا لحد ما تغلي بالشكل ده بعد كده نزلت بكوبايتين من الرز البسمتي المخصول ومتصفي مش منقوع ولا حاجة وبمجرد ما بنزل بالرز بعيد 12 دقيقة بالزبط 90% من الرز البسمتي اللي انا جربته مااخدش معايا اكتر من 12 دقيقة بس كل 5 دقيقة كده بقلب تقليبة بس مش اكتر وده شكله بالزبط بعد 12 دقيقة خلاص كده هو استوى كويس على طول باخده على المصفى في الحوت زي ما بنعمل مع المكارونا وبصفيه وفعلا كده خلاص هو استوى ايوة بيستوي بيطلع حلو جدا جدا زي ما بنعمله بالطريقة العادية بالزبط لو عايزين الطريقة العادية ارجعوا للفيديو القديم بس حقيقي الطريقة دي حلوقوي وانا تقريبا معتمداها خصوصا في الحر ده لما بكون عايزة انجز وعمل اكل سريع خطوة اخيرة لما بيكون عندي عزومة او عايزة يبقى غني اكتر برجعه تاني في الحلة بعد ما صفيه ووزع عليه كده كم مكعب من الزبدة او كم معلقة من السمنة البلدي دي خطوة اختيارية الزبدة هتسيح مع سخنية الروز بغطيه خمس دقايق بس وخلاص كده بيبقى جاهز بصوا بقى نازل من الحلة طحفة ولا لازق ولا معجن ولا مكسر ولا فيه ولا غلطة وطعموا فوق الروعة وهيفرق معاكم جدا في الوقت والمجهود وهينجز معاكم وهينفع جنبقية عكل حقيقي طحفة ولازم تجربوه حتى لو في كوباية واحدة وتأكيد ان هو يعجبكم جدا ان شاء الله